مؤتمر التحالفات العسكرية مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط بوجود هذا الجمع المميز من الرواد والقادة والخبراء في فضاء رحب للحوار المفتوح والنقاش الرصين وتبادل الآراء لإنتاج رواها قيمة وملهمة تسهم في حل الإشكالات الراهنة وأثق أنها ضمن أجندة أعمالكم عندما شرعنا في التحذير لهذا المؤتمر وضعنا نصب عيوننا أن يكون محفلاً عالمياً مرموقاً يعي دوره ورسالته معبراً عن قضايانا وهمومنا المشتركة وجسراً محفزاً للحوار والأفكار يرقي للتحديات القائمة ويعزز قيمنا وشاركتنا وجاء اختيار موضوع التحالفات العسكرية متوافقاً ومناسباً مع أهداف وتوقيت المؤتمر وملائماً لما يواجه العالم من مشكلات جسيمة وأزمات متفاقمة يأتي في مقدمتها الإرهاب الذي يظل أحد التحديات الرئيسية التي تهدد الأمن الدولي مع صعود الجماعة الراديكالية والتنظيمات والميليشيات الإرهابية وتفشي إيديولوجيات التطرف وثقافة العنف الديني فأن تجمعنا وما سوف يتمخض عنه من نتائج وتوصيات يشكل رافداً لدعم جهودنا الرامية إلى مكافحة الإرهاب باعتباره عدواً مشتركاً للإنسانية وإسهاماً في تحقيق عالم يسوده السلام والرخاء للجميع ونسعى في دراسات في ظل بيئة عالية المخاطر وسريعة المتغيرات إلى بناء الجسور بين وجهات النظر المختلفة وتهيئة منتليات المناقشات المفتوحة مع تبني رسالة متوازنة لتعزيز التفاهم باعتبار أن الموارد التي تستنفذ في الصراعات هي موارد يجب استثمارها في تحقيق السلم والرخاء ونطمح أن يكون المؤتمر منصة تقدم خيارات استراتيجية ومبادرات خلاقة من شأنها تعزيز فرص الوقاية من الأزمات ومكافحة التطرف وهذا الجهد يتطلب شراكة دولية واسعة لأنه عالمي الطابع ولا يمكن استمراره بفعالية من دون عمل دولي منسق أن قاية مؤتمرنا بشأن مواجهة الأرهاب ونشر قيم التعاون والتسامح وتأمين عالم يزدهر بالتعايش السلمي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بحدث مهم وهو إطلاق إعلان مملكة البحرين ومركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي وليس من قبيل الصدف الرعاية الملكية السامية لهذين الحدثين وأن القام عليهما هو سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وهنا أضم صوتي إلى صوت سموه بدعوته إلى صياغة نظام أمني أقليمي جديد يدعم سيادة الأمن والسلام والازدهار